بمناسبة مروري أربعين عاماً على تأسيس رهبرة الكلمة المتجسد وثلاثين عاماً على خدمتهم في الأرض المقدسة ترأس غبطة الكاردينال بيرباتيسة باتسبالة بطريور في القدس للاتين القداسة الإلهي الذي أقيم في كنيسة البشارة ببيت جالة بحضور عدداً من الأباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وممثلي مؤسسات مسيحية في الأرض المقدسة وجمع كبير من المؤمنين وفي كلمته تحدث غبطته عن يسوع وطاعته للأب ودع الحضور إلى خدمة الصغار وضرورة الاهتمام بهم كما شرح غبطته التجسد في حياة الكنيسة والتي هي ببعدها الإيماني خدمة للسيد المسيح وفي ختام اللقاء تقدم المكرسون من أعضاء العائلة الرهبانية بتجديد نذورهم الرهبانية الدائمة